خلينا نبقى نخش على عضب الجزائي دي عشان دي حكاية طيب عشان انا فضيلي دي على الأسف طيب على طريقة يعني لسان حال تنهاج مكتوم اناي نزل في وقت كريتيكال جدا ووقت مهم جدا للقاء عشان يشيل الفرق اللي عملوا مع بروخة مش عايز اقول اغلطة ما عملهاش ناشئ في المرة زي دي متشم تانشن تلعب بره ارضك ده مستانفرد بريتش فعملها عملها وبعدين عارف انت تنهاج لسان حاله انت جيت شلنا ولا تشيلنا يعني ونسل تغرقوا طبعا يضرب الجزاء مليون المية طبعا وغلطة كبيرة جدا من المكتوم اناي الجنور كان عادة شاطاء بشكل رائع جديد انا بشوف يا كريم اه قبل ما نخش على دي بسرعة كده سريعا عشان وقتك بشوف انه تنهاج ادار المباراة النهاردة عكس مغير طبعا لتوتنهام كل التغييرات كانت غلط حين ان تغييرات جراهام بوتر كانت افضل مش هقول انه يعني تفوق بشكل بيري كانت افضل الجنور ده لا يحسب لتنهاج يحسب لروح لعيبة يونايتد اللي برضو هو جزء من السبب انه خلق روح جديدة الموسم ده حد اخر دقيل ابي عايز اجيب خلي بالك اللي طالع مع معلش غلال افجع لقطة اللي طالع مع كازميرو بكتوم اناي هو عايزي عوض الهدف اللي كان سبب فيه والجورجينيو يجاب ضربة الجزاء كازميرو عردي ملوكشو حلوة جدا كازميرو حطها صعبة جدا 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 حطها طريق كريستيانو حطها طريق كريستيانو ريكب عالي قوي وحطها صعبة قوي على الكيبة خلي بالي الكيبة كحارس ولمسها شالها بأطراف يعني اعتبر شال الخطر عن الجون لكن ايه عملت من قوتها واللافة عملت بنت العرضة ودخلت اصل انا حقيقي استنتعت جدا وبشكورك شكرا جزيلا شكرا جزيلا